عمره 15 سنة ويدير مقهى بكل ما يترتب عليه من موظفين وحسابات وخطط عبدالعزيز الخليفي قصة نجاح ربما نادرة لمن هم في مثل سنه وأظنني لن أكون مبالغا إذا قلت قصة إلهام أيضا لجيل نرى فيه مستقبلا باسما نتمنى للحديث أكثر حول الفكرة والقصة والحكاية من بدايتها يسعدني بكثير من الاعتزاز أني أستضيف معي هنا في الاستوديو عبدالعزيز الخليفي عبدالعزيز حياك الله معنا الله حياك وقياك يا رب نورتنا وأسعدتنا وإحنا سعيدين جدا بكل الجاهزة تقدمون خلينا نوضح الفكرة للناس أنت الآن مدير في واحد من المقاهي الموجودة في الرياضة كيف بدت معك الحكاية بدت أقول شي أنا كنت متطوع في جمعية الطعام بنفس الشهر اللي أنا اشتغلت فيه حلو أنا كنت مرة كنت رايح تسوق بمول كارفور شفت المقاه هذا وعجبني شفت المدير اللي كان فيه هناك وكان يحتاج موظفين قلت له أنا عمري 15 أول ما شافني ما ابتسم كان يعني عابس وجهه قال قال لي هو بعد ما اشتغلت أنا تقريبا مشهر قال لي أنا أول ما جيتني أنت قال لي كنت أظن أنه الزبايا ما رح يتقبلونك لكن تفاجأ بعدين ولقبني بأول ماركتينج بنفس المقاه طيب أنت رحت للمدير وقلت له إذا تحتاجه موظفين صحيح وش قال لك قال قال كم عمرك؟ قالت 15 قال ما يصح قلت جربني جربني سبوع ولا تعطيني شي إذا ما عجبتك جربني واستمرت معه استمرت معه تقريبا من فترة شهر بعده طلع واحد هذا الكلام من متى يا عبد العزيز؟ هذا الكلام من فترة من شرط التسعة رمضان من رمضان إلى الآن طيب أنت وش اللي كان دافعك للموضوع لموضوع أنك تبحث عن وظيفة الآن في عمر مبكر؟ لأن ما بيعتمد على أهلي الحمد لله أنا أهلي بحالة مادية جيدة لكن ما بيعتمد عليهم أبغى أعتمد على نفسي لأن أنا بحاجة أمن مستقبلي ليس حاضر طيب كيف توفق اليوم بين الدراسة والعمل؟ الحمد لله قدرت توفق فيها أرجع تقريبا ساعة 12 أخلص أرجع أقيل ثالث ساعات وبعد أروح للعمل وبعد أرجع أخلص مذاكرتي ونام طيب الحين لما المدير قلت له جربني أسبوع قال لك أبشر حلو؟ حلو كيف كان ردة تفعل أهلك على الموضوع؟ كانوا يعني الحمد لله مستعنسين بوقتها مرة لا أحد خلفني لكن أصدقائي تقريبا أحبطوني شوي أوف كيف؟ يعني كانوا يقولون بتشتغل عام يعني زي كده لأن الكلام هذا يعني كان يأثر فيك كلامهم؟ لا أبدا ولا نظرت في كلامهم طيب بديت الشغل أول يوم ثاني يوم كيف الانطباعات؟ وش اشتغلت بالضبط؟ أول يوم كركبت الدنيا كله حشت الدنيا كله كيف لون؟ أنا أعلمك أول شي ضيعت ضيعت الحق فلوس وش يسمونهم الكاشير كان في مفتاح عندنا ما كان في وقت فيها يبقى تطور الموضوع بعدين ضيعت المفتاح وما أحد قدر يفتحه خلاص راح الكاشير هذا وجابه بداله جديد كيف كان ردة فعلة؟ أوشني بصراحة وكان وقته صعب علي مرة وكان بصراحة كان هواش مرة طيب وبعدين عبد العزيز كيف وصلت إلى مدير؟ كان أنا نفسي ما أدري لكن كان هناك في وقت اختبارات تجي من المدير نفسه وما كنا نعرف عنه إلا بعدين هو قال لي كان يرسل زبائن من طرفه ما كانوا زبائن كان يرسلهم هم على أساس أنهم زبائن حلو يسوون مشاكل يعني كيف هذا تجيب وكيف ما أدري وش ويسوون حركات أنه يستعبدونك أنت عبد عندهم وبعضهم ما تحمل كان تردد فعله قوية وهوشهم كان هنا هذك الوقت كان عندنا شفتين إجازة طيب أرجع لهذه النقطة أب العزيز بس أحنا معنا فيديوهات إذا تشوفها قدامك على الشاشة رحل وش تسوي أنت هنا؟ أقدم الوافل والمينيبانكيك للزبائن وش أكثر وجبة يحبونها؟ المينيبانكيك حاليا مينيبانكيك الطلبات عليها كثيرة؟ مرة هذه اللقطة متى كانت؟ قبل كم؟ قريبة؟ هذه اللقطة تقريبا قبل يومي أظن ولا جبتنا شيء في الاستيديو ولا جبتنا شيء يا رجل يضرد لك أنجبت والله طيب حلو العذر هذا يلا بمشيها لك طيب الحين كيف كيف تسويها؟ كيف أتقنت الموضوع؟ أنت دخلت في البداية وعندك فكرة ولا لا؟ لا والله طيب كيف تدربت على الحكاية؟ أناظرهم أناظر كيف يشوونه ورحت المقاهي كثيرة ومن بعدها الحمد لله صرت تتعلم وتعلم إلين أتقنت الفكرة؟ العاملين اللي معك في المقاهة أجانب أم سعوديين؟ سعوديين سعوديين كلهم سعوديين كلهم وأكبر مني لكن الحمد لله أنا دخلت الفكرة برأسي أنه العمل ما لعمر ممتاز طيب تعاونوا معك في تعليمك في أداء مهمك؟ لا ولا واحد ولا واحد تعاون؟ ولا واحد بس واحدة هي اللي تعاونت معك؟ نوف الصغير هي اللي تعاونت معي والحين هي من ضمن تيمي الفريق حق وليش البقية ما تعاونوا؟ ما أدري والله بالضبط ليش؟ ممكن كنت أتلقى اهتمام منه المدير طيب الحين بعد اختبارات المدير لكم وتعاملكم مع الزبان يبدو أنه شاف تعاملكم معهم كويس ايه وسمعني أفضل ماركتنج حلو وبعدين قال لك خلاص أباك تدير المحل واللي شلون؟ ايه وإن شاء الله وقال لي هو وعدني أد ما أدري وقال الأباك تدير لي الفرعين وعنده فرعين هنا برياضة فرعين قال الأباك تديرهم كلهم طيب الآن إدارة المحل في هذا العمر المبكر تحتك عمال وتحتك حسابات وتحتك خطط كيف قادر تمشيها الآن؟ أنا ما أقلل من جهدك بس أنا أبغى أوضح الفكرة للناس أنه كيف عبد العزيز قادر يحل كل هالأمور اليوم في مثل هذا السن المبكر أنا تحب الشغلة عشان تتقنها أنا برضو دخلت هذا الكلام مخي وحبيت أني أسوي الموضوع هذا وصار عليك سهل جدا كم موظف تحت إدارتك الحين؟ الحين؟ الحين تقريبا هم ثلاثة ثلاثة موظفين أكبر منك؟ أكبر مني أمرا يسمعون كلامك؟ لا أعلم يسمعون كلامي لا 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 ما قصد يسمعون حوارنا يسمعون كلامك في العمل ينفذون أوامرك في بعضها يسمعون في بعضها ما يسمعون بس يتدخل المدير يتدخل المدير ويخصم عليهم طيب الآن هذه التجربة هل استطاعت بالفعل أنها تأمن دخل المادي جيد لك؟ الحمد لله ولا أعتمد على أبوي بالعكس وأشتري لأبوي وهلي هدايا معلش تقولنا على الهواء؟ يعني خلينا يعني كم الدخل المادي اللي توفروا مثل هالوظيفة؟ تقريباً أو مو كثير 3500 بشكل شهري؟ بشكل شهري طيب الخطة بدون أي إجازات شلون بدون إجازات؟ بدون أي إجازات من العمل تشتغل الآن تشتغل يومياً؟ أشتغل 7 يام 7 يام مبسوط الحمد لله كثير أتخذ من الزباين كأصدقالي ممتاز تعاملك مع الزباين تعاملك مع الناس اللي يجون وش أصعب المواقف اللي صارت معك؟ خلينا من حكايات المديرة التمثيلية الحقيقية مرة من المرات جت وحدة كانوا عندي موظفين وكانوا عندي البعث لكن كلهم بعضهم طلعوا بعضهم عندهم جامعات ما أدري وشيصتهم كانت جاية أنا كنت وقتها حاضر كانت جاية هي وكانت المكاية وصخهم ما نظفوها كانت من تحت شوي وصخة جتها وشتهم تقول بصوت عالي بالإنجليزي أنا ما أدري نسيت الموقف بالضبط لكن قالتهم وات هي شد بي دائرتك وشي زي كده ما أدري وشي نسيتم وكانوا صحي أو لا بصوت عالي مرة قلت لها تفضلي طال عمرك أمري ليش تبغين دائرة المكان حقتكم نظيفة نادي عليكم البلدية وشي زي كده وقامت تصورة أخذت تصور هذا أصلا موقف كان قضيفتي فوقت أنا كنت أعلان كنت أعلان أن أدعهم كان سيئ وكتنا أنهم جدد وكيف تصرفت فعصصبت أصبت بصراحة لكن الحمد لله قدرت تتحكم ومساحة الصورة هي من عنده وضيفتها ضيفتها عندي على قهوة ووافل كان وقتها ما فيه ميلي بانكيك في مقابل أنكم تعوضوها عن نظافة المكان اللي صار وردة الفعل اللي حصلت عبد العزيز هل واجهت مواقف مثل أنه الزباين والناس والعملاء يستغربون إنه سعودي والسعوديين جدا حتى يصوروني ينادونها لهم يجون يشترون مني ميات شيء زي كده حلو يعني المواقف كلها تشجيعية حتى عندي موقف واحد إذا أسمح لي تقوله مدير كارفور أنا أوجه له التحية إذا هذه هي كاميرتي مدير كارفور إبراهيم الحوشان حالين هوم وبرياض لا أدري والله وين راح المهم دائم يجيني ويشتري مني طيب كل مرة يجيني ويشتري مني يعطيني بخشيش يوصل خمسين مئة ريال والله العظيم هذا من الواقف الدائمة هذا من الواقف الدائمة ويتمناني أجي عنده بكارفور لكن التأميرات ما تسمح وما تسمح بشغل الأحداث ولا أدري أحداث والحدث يعني علشان العمر يبدو هما ما يسمحون من بعد ثمنتاشة أظن لكن هذا أمر ثاني الأصدقائك اللي كانوا يحبطونك بالأول تغير انطباعهم ولا ما زالوا صاروا عملاك ولا لا قبل أدخل على الهواء كانوا يتمنون يجون هنا السيديو كانوا يتمنون في مكانك كانوا يتمنون في مكاني ومع العلم أني أنا قدمتهم هذه الوظيفة لكن كلهم مرفضوا وما قدروا يسملون أنهم يقعدون ما قدروا يسملون يعني جربوا جربوا واحد منهم جربوا واحدة يعني أقصد أنه من حيث المبدأ خلاص صار ما عندهم مشكلة في وظيفة أنه أكون عامل في مقهى ما كان عندهم مشكلة طيب اليوم السعوديين اللي في سنك أكبر منك أو أصغر منك بشوي تشوف أنهم مقبلين على هذه الوظائف ولا لا يجيونكم ناس يطلبوا توظيف جدا كثير مرة حتى عندي بالمدرسة تقريبا أغلبهم يطلبون وظائف لكن ما يقدر أني يوظف الحين عدد عندنا هائل أنت في أي مرحلة دراسية الحين من توسطة المتوسطة يتكلموا معك الشباب في الفصل في المدرسة يعرفون أنك تشتغل في المقهى لأنه يحصل دعايات من مشاهير للمقهى وأنك تكون موجود طيب الآن أنت في ظرف الآن نتكلم من رمضان إلى الآن بدأت عامل ووصلت إلى مدير لهذا المقهى وش الطموحات المستقبلية الموجودة عند عبد العزيز الحين أشارك بهذه الأكشاك وأوصل إلى أكبر من الأكشاك هذه والمقاهي أسمعتها أوصل أكبر من كذا إن شاء الله في هالمجال في هالمجال وفي غير المجالات تفكر أنك تدعم الموضوع دراسيا بمعنى أنك بعدما تخلص دراساتك المتوسطة وتروح الجامعة أو تتخصص تخصص قريبا من هالوظيفة أو ما هو في بالك الموضوع إلا إلا بس مو بالطبخ وهذا شيء له علاقة بإدارة أعمال باقتصاد باستثمار بشيء طيب موضوع التعليم مع شغف المهنة والعمال التكسير قصتك بالواجبات وكيف ردة أيوة التكسير وهل خف عندك موضوع الاهتمام بالتعليم أو لا بالعكس بصراحة أنا بصراحك تقدم مستواي أول شيء تقدم مستواي شوي يعني لكن الحمد لله أنه تقدم ثاني شيء في بعض المرات ما أجيب بعض الواجبات خفيفة يعني واجب واجبين هذا مو بهمال نساها مو شيء زي كذا يجي يدعمني وكيل المدرسة أشكره جدا إبراهيم العيسى يدعمني يتكلم مع المدرسين عشان يمشون أموري طيب ممتاز جدا يعني بصراحة نحن نتكلم على دعم متكامل العائلة تدعمك المدرسة تدعمك حتى الأصدقاء اللي كانوا يعني الآن صاروا يدعموني تتصور عبد العزيز وش اللي نحتاجه في مثل هالأمور علشان نغير أفكار هذول الناس المحبطين لأنه في البداية كنت تتكلم على إحباط وقلتها بالنص صحيح وش اللي نحتاجه وكيف نقدر نغير فكرتهم انت جربت مدري بس يقارنون نفسهم الآن هم قاعدين بالبيت قاعدين يتفرجون على شيء قاعدين يروحون بالشوارع أنا أستغل وقتي هذا الفرق بيني وبينهم وبين مثلا لو هم هاتو كبار هذا الفرق بيني وبين عيالهم طيب الحين انت كم ساعات عملك؟ أنا ثم ساعات انت من الصباح إلى الظهر في المدرسة من الصباح إلى الظهر من المدرسة وبعدها؟ العاصر إلى آخر الليل كيف تقضي وقتك من بعد المدرسة إلى بداية العمل؟ أتغدى وأنا بس تقريبا وإذا كان واجب بسيط حليته خلص طيب طريقة التنقل للعمل الروحة والردة كيف تتنقل؟ كلها بدعم أبوي الحمد لله يهاوش أسوك دائم عشان بس يخليني يروح إلى العمل طيب طيب الله يبرافو هذا الدعم حقيقة هذه تحية لوالدك وتحية لأهلك جميعا على المحيط القريب منك يا عبد العزيز أخوانك وعيال عمك أقاربك وش تأثرهم بهذا الموضوع؟ والله ما كنت أقعد معهم بفترة لأنه كنت مضغوط لكن في بعض قاربي عارضوا هالفكرة هذه من ضمنهم عماني وعماتي ما زالوا معارضين حتى بعد التغييرات التي صارت في العمل أمس كنت جايس معهم بعضهم معارضين ما باقي معارضين إن شاء الله إذا شافوك اليوم يعني الشاشة وإنك تطرح تجربتك وإنك جالس تلهم الناس اللي يفسدينك إن شاء الله تتغير طيب تأثرت في ناس منهم إنهم راحوا تتجه لأعمال مشابهة مقهة مخبز سوبر ماركت أي شيء أي في بعض أخي بعضهم فتح فترك ما شاء الله عليهم قويين بعضهم تجهوا إنهم يشتغلون مثلي الحمد لله في سن قريب من سنك أو سن قريب من سني طيب الله هذا شيء مشجع جدا وبرضو كان ترى عندي واحد أنا ما ذكرته وكان ماليش نسيته قبل الله كان معي زميل تقريبا كان عمره أزود مني بسنة سبعة عمره ستة عشر ستة عشر كان يشتغل معي بس أنه طرع في نفس المقهى في نفس المقهى بس ترى الفكرة هذه ما جته إلا مني أنا يعني أنا حولت بمديري طيب أنا أسمعك عبد العزيز تتكلم عن أكثر من شخص إنه اشتغل وترك اشتغل وترك ليش يتركون ما يتحملوا طبيعة العمل ولا وش الحكاية بعضهم تركوا بعضهم انفصلوا صارت عندهم أمور غير طيبة وبعضهم صارت عندهم التزامات مثل جامعة مثل شيء زي كذا بعضهم أولياء أمورهم رفضوا طيب أنت قبل ما تدخل المقهى كيف كنت تشوف وتنظر للأشخاص السعوديين اللي يشتغلوا في مثل هالأماكن كنت أتمنى أن يكون مثلهم من زمان انتهى الفكرة موجودة ما عندك عقدة إنه واحد سعودي ويشتغل في مقهى بالعكس تسمح لي بس قبل لا أطلع وش اسمه قبل لا أطلع لشان أشتغل المقهى قبل تسع شهور تقريبا كان أبوي يقول لي نعمي عنده مصنع قلت تكفي ويقول له يشغلني عنده لو بالفريال بس أبغى أفتك من الوقت هذا اللي يروح وينهدر على الفاضي إحساسك بالوقت هذا شيء عظيم تشكر عليه حقيقة أنت واحد من النماذج أحنا ما نبالغ إذا قلنا ملهمة ملهمة بصدق ولذلك يا عبد العزيز قبل ما أودعك وأنا فخور بلقاءك والله العظيم أبترك لك كلمة أخيرة إيش تقولها للشباب اللي في سنك اليوم أول شيء اشتغلوا وعملوا على نفسكم عشان تكونون عندكم حركة مادية بحساباتكم وشي زي كذا وتروحون من وقت الفراغ اللي أنتم قاعدين فيه تروحون فيه الأشياء مبزينة أزيان لكم وأفضل بدل بدل ما تكونوا معاطين ببيوتكم هذا عبد العزيز الله يعطيك القوة العافية ويوفقك دائما أحنا والله متشرفين يعني يمكن أنت ما تسمع الكلمات اللي جالس الكنترول اللي يقولونها لي في الداخل كلهم فخورين بحضورك بشجاعاتك بظهورك بعملك وإحنا نحتاج نماذج كثيرة من مثل هالنموذج في مجتمعنا أنا أشكر لك أنك شرفتني هنا في استيديو يا هلا وتيت وسمحت لي أجري معك هالحوار شكرا لك إذن كان هذا صوت عبد العزيز الخليفي أعتقد أننا نستطيع أن نراهم بقوة على أمثال هؤلاء الشباب لقيادة المستقبل لقيادة الوطن لقيادة كثير من الطموحات التي نتحدث في طعيد الاجتماعي والوطني اليوم بعد الفاصل مكملين معكم في أهلا